حالها كحال الأنظمة القمعية وليدة الاستعمار تحتفظ العملية السياسية في العراق بنواتها الصلبة التي هي في الأساس ترسم السياسة العامة للبلاد وتهيئ البيئة الفاسدة للأحزاب والكتل أما ما تسمى بالانتخابات التي تفرز الحكومة والبرلمان فكلها تدور حول الطبقة الطرية وتقتصر في التغيير عليها مع بقاء نوات النظام الصلبة تلك النوات تحددها الأحزاب النافذة الصدريون والمالكيون والولائيون وغيرهم وهؤلاء صراعهم يتمحور حول شكل العملية السياسية وليس جوهرها تقدم الصدر في الانتخابات وتراجع كتل الميليشيات أوقع الدول الإقليمية وخصوصا ذات الخصومة مع إيران في فخ وهم التغيير فسارعت تلك الدول إلى الاستبشار بأن تغييرا قد حصل دون أن تنظر بعمق إلى طبيعة النظام السياسي والمسارات التي تجعله تابعا لإيران مهما كانت واجهته الصدر بشعاراته وخضاباته بإمكانه ابتزاز دول الإقليم والاستفادة منها بما يقوي العملية السياسية وبالتالي ترجع الفائدة لإيران الممسكة بخيوط اللعبة وراء مسرح الأحداث من ناحية أخرى الميليشيات هي من تشكل الدولة العميقة في العراق ولن تقبل بأي حكومة ما لم تعمل تحت مظلتها وتمتثل بأمرها ولهذا السبب ستأتي الحكومة القادمة توافقية من حيث المناصب والحصص وإيرانية الهوى من حيث السياسة العامة وتوجهات الدولة الصراع الحالي بين الكتل لا يعد أمرا طارئا وجديدا إذ أن الانتخابات السابقة كانت تشهد التعقيد ذاته والنزاعات بين الكتل على الحصص لكنها بالنهاية تخرج بتوافق برعاية إيرانية أما الدولة من حيث الفساد والتبعية والتخبط الحكومي والظلم المجتمعي فهو نهج ثابت وضعه مهندس غزو العراقي وتدميره